نصلون معكم إلى غاية العاشرة سباحا والآن الحديث عنه الصحة وموضوع التجميل وشفط الدهون هذا الموضوع الذي تتوجه إليه كثير من السيدات وحتى الرجال لتخفيف من الوزن ونحط القوام وللحديث أكثر أسعد باستضافة الطبيب أستاذ فؤاد بوشهدة وهو طبيب تجميل صباحك سعيد سيد صباح الخير محمد يا تك صحة الدكتور الأكيد موضوع شفط الدهون والله كما نعرفه لليبوسوسيوسيون عندها تعريف ما هو تعريف هذا التقنية اللي تسعملوها أنتوما كأطباء تجميل لليبوسوسيوسيون والشفط الدهون هي نزع الدهون السطحية عند امتصاص الدهون بوسائل بوسيلة أمبوب هذا كالأمبوب سكونابل لكانول دليبوسوسيوسيون الأنابيب هذيك تدخل بدون جرح للي كيتمتص هاد الدهون السطحية ولو تمت شكل أحسن موشكان في الأول يعني عن طريق التخدير الموضعي ولا الكلي؟ نقدر نديروها بالتخدير الموضعي ولا لوكو رجيونال موضعي ولكن كيما في الساقين باركضم كيما لغاشي ولا كلي كي تكون في الجزء العلوي تا الجسم أنا نفهم من كلامك الدكتور هو أنه شفط الدهون تكون فقط للناس ما عندهمش بزاف دهون يعني اللي عندهم فقط شوية تعدوهون مشي بزاف والتخيبون كاسيون باش نديرو الفرق الفرق هي ما هيش علاج للسمنة المفرطة وما رايش شفط الدهون لازم يمشي معها لازم يمشي معها لحيمية والحيمية والتوازن فتردية لذلك الرجيم alimentaire والريادة بعد هذا لازم نديروحنا كنديرو كيما يمشي بزاف دهون يمشي بزاف دهون في المناطق معينا كي تكون في أغلب الحالات سي البطن قد يتم thano 대مر والزونود كيف تقولthu هادو عند النساء نسا عندهم بكترة هذه المناطق اللي فيها الدهون هادو عند النساء هالمناطق فيها الدهون tiene ا Idee فوصفوغ باللي مر سن مراهقة الدهون تتمركز في نفس بين شخص وشخص تتمركز في نفس المنطقة في نفس المنطقة دوك سوا في الزنود سوا باريزوم عند الرجال تقدر تكون في الثادي في الثادي المرض قد يصيب الرجال هي تركز الدهون في الثادي نتيجة البنية المرفولوجية تعرجل وحتى الهرمونات دكتور أكيد أنه تخضير هذا اللي يطرح الكثير من الجدل والتساؤل كينستخاف من التخضير الكلي وكين البعض يقول لك أن التخضير الكلي قد يؤدي إلى الموت واللوفاة ما مدى صحة ذلك؟ التخضير الكلي كينديرو فوصفوغ باللي كان طبيب الإنعاش معنا وكان تولي زباري نحن نديرو مقبل نديرو مقبل نديرو مقبل نديرو مقبل نديرو مقبل دكتور حاليل ونزيدو نقدر يرعن طبيب القلب من قبل ونفنكسون دو باسيون دو باسيون بعد هادو ما يفو نعرفو بلسي مرض صغار في العمر وجنرال ما عندهم حتى مرض دوك بانسور دو ريسك زيرو ما كاش ولكن يأول للسفر الأكيد دكتور الكلام جيد خاصة من وجهة نظر متخصص في التجميل الأكيد أنه غياب الوعي عند الناس اللي عندها مثلا زيادة في مناطق معينة من الجسم نشوفهم يحبوا يلجؤوا إلى طرق غير طبيعية بشي نحيو هذك هذك الدهون هل التوجه إلى عمليات التجميل وشفط الدهون هي آخر حل ولا مرحلة أولى للحمية لا الحمية هي سلاباس دكتور واحدة تكون عندها زيادة في الوزن زيادة في الوزن من المستحيل لتجدد شفط الدهون تعود تولي ينقص ينقص لها ينقص لها لبوا لذلك لا يزال من المستحيل ومن المستحيل تتعلق تتعلق تشفط الدهون يجب أن تكون ريادة والتغذية الاتغذية هي المستحيل التي تكون فيها المستحيل ثم نحن نتعق تشفط الدهون يجب أن تكون نتائج جيدة التي تكون متمركزة مثل المنزل، 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 هذا المنزل جيد. ثانية، يعني التوزع غير متعادل في النسبة للدهون هو الذي يقدم نتائج جيدة؟ نتائج جيدة؟ يعني لا يوجد شكل كراوي يصمنا مفريطة ويقول لك أنا أحب تفعله سكولتاج أو عملية نحت القوام؟ لا لا، هل تستطيع تفعله عملية نحت القوام؟ لا، نحت القوام بها نحت القوام بها نحن نتائج جيدة المناطق مثل المناطق مثل ما تقول لك لباسيونة ويقول لك أنا عندي ملفوق عريضة بزاف في العرض نحن نتائج جيدة لها لكي تكون الأنتويات وهذه العملية قد يكون عملية تجميلية ولكن قد يكون كاملية وفي أغلب الأحيان تكون ضرورية لأن لأن تمد 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 ومال التحال تمد 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 المريض تستطيع طبيعي يقدر يولي في بعض الأيام ولكن يكون تجور حنا نديرو مشد بعد شفط الدهون إنغان كما أقولون إنغان إنغان كساسو وين ديرو شفط الدهون نديرو إنكم خيسيون وهذه طبية طبية نعم طبية ولكن المريض تعنا يقدر يروح بعض الخدمات بهذه لأن الغان تقعد بمدة شهرين الأكيد دكتور أنتم كأطيباء تجميليين نحن دخلو هذا الجهاز اللي دخل الجسم هو جهاز أجنى بيع وما يعرفوش الجسم هل يؤدي إدخال هذه المواد إلى ربما إلى التهابات وغير ذلك؟ التهابات وغير ذلك؟ يدخل أنبوب الأنبوب رايح بالطول يقدر يكون في خمسة مليمات ماكسيما في العرض كان أقل وفي الطول كان من عشرة إلى ثلاثين إلى ثلاثين سنتيمتر لكي يلحق المنطقة المعينة لكي لا يوجد الإنفكسيون وكي يدخل هو معاقم معاقم يستغيل ويعود يخرج لكي نعود الدهوم لكي يدخل أنبوب لكي يمتص الدهون يمتص الدهون في منطقة معينة ويعود يخرج نعم هل يتابع ذلك بعلاج دوائي؟ مثلا كي يكمل المريض العملية؟ تعطي له الدواء؟ نعم ما هي هذه الأدوية؟ هل أدوية تتعلق بالسمنة أو أدوية مضادات إبتهاب؟ العملية المعفوة؟ الأنبيوتيك لكي يدخل عملية نعم لكي يدخل الوقاية لكي يدخل الوقاية ثم يدخل الوقاية لا يدخل السمنة لا يدخل وكي يدخل السطر نعم الأكيد دكتور أنتم في العيادة مشهورين خاصة في موقع التواصل الإشماعي والحقيقة رأينا نتائج جيدة ولفتها الانتباه خاصة أطباء الجزائريين لديهم خبرة في هذا المجال نحن نفتخر بكم بالتأكيد والأكيد دكتور أنه الموضوع هذا يهم كثيرا النساء وخاصة اللي عندهم هذه المشكلة وقبل ما نتكلموا على عملية شد البطن نتكلموا على العمليات الخاطئات التي يمكن تقع فيها المرأة وكي يقولك رحنا عن طبيب بدون نسميه يعني طبيب اكس يقولك دارنا عملية خاطئات عشفة الدهون ونشوفك مكاش توازن في الجهات الجسمنا هل توجد هذه العمليات دكتور؟ يعني جيوك دي باسيونت هكا عندهم تجربة خاطئة مسابقة؟ في بعض الأحيان ما يقدروا يكونوا دارو هنا كما دارو في الترانجي أو سيمن في الخارج كانين يجيو يقدروا يجيو ولكن هي كما قلنا سي سوكتو سوكتو سي الإنديكاسون الإشارة كما قلنا لازم لازم الفحص من قبل لتأكد موش الدار سي هكا للأخطاء ينقصوا وينقصوا 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 كي يدير حاجة في وقتها وفي المنطقة التاحة نعمال من نتيجة تكون تخبيا ما هي العمر المناسب لإجراء عملية شفط الدهون؟ هذا يجب أن تكون دوكا دوكا نشوف بليل الدمان رأي تحبط أباقتير دو 20 تون أباقتير دو 20 تون يعني من 20 سنة وهل كاين إقبال على هذه العمليات؟ نحن نشوفه في جزائر عمليات اللي تخصل الجاهية لتحت المراتب الأولى شفط الدهون عندو إقبال؟ إقبال؟ نعم، كان هناك الكثير من الوجه كان هناك بعض العمليات في الوجه لدينا بلاستي الأنف وشد الوجه هادو معروفين عن النصات العزائية نحن إلا نقوم بيون نحن نقوم بيون نحن نقوم بيون ولكن برشفط الدهون كي تكون في الصغر في الصغر جنارمو سي مناطق معينة أبخي بعد الولاداتي تو سي عمليات واحدة أخرين اللي هما عمليات شد البطن هل يوجد إقبال مقابل الرجال على هذه العملية مثلا؟ خاصةً رجال نعرفه بالنساء لا عندهم إشكال في توجهه لطبيب التجميل وطبيب التجميل هو أصلاً الكمسلتاتيون تعالوا كامل مع النساء هل يوجد رجال اللي يجيوا عندهم هاد المشكلة وحبوا يشفطوا الدهون؟ وعدنا نسبة كبيرة من الرجال ماشي كما نساء بالطبع ولكن النسبة راهي كبيرة ذو كان زوج أنواع ذو كان نوع الأول كما قلنا وين ضرورة كما تتدي وين يعطي لهم إحراج كبير وكاين تانيت اللي يبسوا بزفق معيج جنرال ما عند الرجال البطن وليبواني دامور ذنود دونك عند الرجال جنرال ما يكون يدير رياضة الرجل يكون يدير رياضة اللي يجي يدير عندك شفط الدهون قبل ما نختم فقط كسؤال آخر حتى نلفته للانتباه عملية شد البطن هل هي تكون بطريقة شد شفط الدهون ولا عندها تقنية واحدة أخرى؟ أنا أتهم النساء خاصة عند الحديثي الولادة أيضا شد البطن هي تبدأ بمرحلة شفط الدهون شفط الدهون تقدر تكون عملية كما تقدر تكون مرحلة من عملية ونباك نديرو نحيو جزء من البطن نحيو جزء من البطن هذك المترحل يعني من الجلد من الجلد نعم وهو المنطقة السفلة المنطقة السفلة تعل البطن ونباك نديرو في هاد الحالة كين سيكاتريز كين جرح اللي تكون حابطة باش تتغطى وهذه السيكاتريز تتنحى مع الوقت ولا تطلب عمليات تجميلية؟ تتنحى تنغس تبدأ تنغس من ست شهر تنغس باش في مدة عام تولي ما تبنش قبل الختام دكتور يعني الفتحات اللي تقوموا بهم في عملية شفط الدهون هل يتم إغلاقهم ولا تخلوهم مفتوحين؟ نغلقوهم نغلقوهم يتم إغلاقوهم باش تكون ميير سيكاتريزة وهل يتم إدخال مواد أخرى للجسم يعني في عملية شفط الدهون؟ ندخلوش مواد مساعدة على التحطيم الدهون؟ لا لا تحتموش؟ لا يعني هذا المشفط هو المشفط؟ المشفط مع حركات؟ حركات؟ حركات حركات باليد تعنا باش نحطمو هذا الدهون باش نحطموهم ويخرجو بخمسة ميلي متر يعطيك صحة أستاذ والدكتور فؤاد بوشهدة طبيب التجميل شكرا جزيلا لك الأكيد دكتور سيكون لنا حديث أكثر حول الموضوع نجيو عندكم العيادة لملا مرحبا بكم ونقفو على عمليات بشكل أوضح اليوم أغطينا فقط الجزء النظري للعملية لما لا ندخلو معاكم البلوك أوبيغات واو نحضر عملية من عمليات شفط الدهون؟ شكرا محمد شكرا جزيلا لك كنت ضيفي هذا الصباح إذا نعود إليكم من جديد مشاهدين الاستكمال الفقرات ودعوكم الآن إلى مشاهدة هذه الجولة عبر العالم ونعود مكتبا